مرحب طلب بركاته. ان شاء الله النهاردة هنالكلم وحضرة الهايبرتنشن او ارتفاع الضغط الدم. معكم دكتور اميرة محمد علي حسن اصيشن بروفسور وفميديكال سيرجيكال وفاكالتي في نيرسنج سويس كنالي ينوفرسيتي. مع النهاردة هنعرف ايه يعني ايه هيبتنشن برضو هنعرف ايه ايه الاعضاء او الاجهزة اللي بتتأثر بارتفاع ضغط الدم بتاعت الهايبرتنشن بعد كده هنعرف بعد كده هتتترك او ازاي اعمل ان ما حدش يجي له ارتفاع في ضغط الدم ازاي امنع ان يحصل اي مضاعفات بعد كده هنعرف اعمل ونشخص ازاي مرضى اه اللي ممكن يتعرضوا لهايبرتنشن بعد كده هنأخد والنيرسنج منيجمنت طيب او ايه بتاع الهايبرتنشن يعني ده مصطلح باستخدمه في ارتفاع ضغط الدم طيب فيه تعريف تاني بيقول اللي هو اللي هو اللي هو بيبقى 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 تسعين او بنقول عليه السه يعني ارتفاع ثابت في معدل ضغط الدم عن مية وربعين على تسعين يبقى ده بنسميه ارتفاع الضغط الدم وفي الهايبرتنشن تصنيفات الهايبرتنشن أو بنسميها الستاجز بتاعته أو الگريتز بيبقى 5 النورمال بتاعنا بيبقى السيستوليك أقل لمن 120 والديستوليك 80 البيري هايبرتنشن السيستوليك بيبقى من 120 ل139 والديستوليك من 80 ل89 ستيج وان أو بنسميه ده من 140 ل 159 في السيستوليك والديستوليك من تسعين لتسعة وتسعين ستيج نمبر او هايبرتنشن اللي هو اكتر من مية وستين سيستوليك والديستوليك اكتر من مية في عندي حاجة اسمها اللي هي بيبقى اكتر من مية وتمانين على اكتر من مية وعشرين ودي بنسميها اللي هي لان بيبقى بيبدأ يعمل لي ارجن دامج اه الفور ارجن دامج اللي ممكن يأثر عليهم الهارت والبريين والكيدني والآي طيب اه الاسئلة هجي لنا زي في الجزئية دي اه ممكن يقول لي ايه النورمال بتاع ستيج وان ويجيب لي اختيارات من الهايبرتنشن ونبقى قدامنا الارقام زي ما احنا شايفين هنختار الرقم الصحيح ازا كان ستيج وان او ستيج تو او او ازا كان نورمل السايلانت كيلر ليه بسميه سايلانت كيلر لانه ما بيبدأش في معظم الحالات عندها اي ساين انت سيمتم ما بيبزهرش عليه لعلامات ولا اعراض فعشان كده في بعض الحالات كتير بتمور بسبب ارتفاع ضغط الدم لانه مش بيظهر ليه اعراض عشان كده بسميه سايلانت كيلر اه ممكن يجي لي اختيار يقول لك ايه الحاجات اللي بتميز بيها او الهايبرتنشن بتميز بيها ويجيب الاختيارات من دمنها ان هو سايلانت كيلر هيبقى الاختيار بتاعنا ان هو سايلانت كيلر او يقول لك ليه هو اسمه سايلانت كيلر ويقول لك انه هو في الاختيارات انه هو ما بيزهر لوش سين وسمتم او في الصحيحة وغلط ممكن انه بيزهر لوش سين وسمتم. فاليجابة الصحيحة انه هو فعلا ما بيزهر لوش سين وسمتم. طيب. اي الافكتد اه سيستم اللي بتأثر عن طريق الهايبرتنشن? قلنا ان فيه اربع اورجنز بيتأثروا بالهايبرتنشن عندي الكاردياك سيستم اللي هو الهارت. فها ممكن يحصل ليه اللي هو احتقان في عضلة القلب. وده بيبقى الهارت مصل بتبقى او بتخلاص وبيحصل في الهارت مصلز. اه في البرين ممكن يحصل حاجة اسمها اللي هي سكتة دماغية وده بتحصل نتيجة ان بتبقى اه البرجر زيت فيها وبيحصل فيها فبتبدأ يحصل زي او رفشر فتعمل لي لو كان نتيجة حاجة يعني سدة نتيجة جلطة افلال الوريد او الشرياني اللي موجود هتعمل لي اللي هي سكتة دماغية نتيجة نقص الاكسجين. لو كانت نتيجة للبلوت فيزلز بنسميها هيموريوجيك ستروك. طيب الكيدني بيحصل ايه في الكيدني? هيحصل رينال فاليور ونتيجة ان البلوت فيزلز مش موصلة ناروينج اللي فيها نتيجة دي الشرعين هيبدأ يحصل لي آآ نقص في البلوت والاكسجين اللي واصل للكيد. طيب الاي بنقول بيحصل فممكن يحصل دمج في البلوت فيزلز وممكن يحصل نتيجة ان البلوت فيزلز اللي موجودة في الريتنا في شبكية العين ممكن يحصلها دمج فممكن في بعض الحالات توصل للبلايدنس. ساعة الهيبرتنشن عندي الهيبرتنشن في في فورس عندي اه primary او essential hypertension في عندي secondary hypertension في pregnancy induced hypertension وفي white coat hypertension. اه types of الهيبرتنشن عندي ال primary او بنسميه essential لو قلنا في الامتحان ال primary hypertension بيسمى اي داني هاي من ضمن الاختراض اللي انا essential hypertension بادي الاجابة الصحيحة. primary hypertension كلمة primary معناها ان هنا مفيس سبب مسبك او ملهوش اسباب واضحة او معروفة. الحالات اللي بتصاب بهايبرتنشن بارتفاع ضغط الدم حوالي من تسعين لخمسة وتسعين في المية من كلها حالات. السكندري هيبرتنشن دوت النوع التاني وده بكلمة سكندري معناها انه هو بيحصل نتيجة معين في اسباب ليه واضحة بتبقى موجودة. بيمثل قد اي من الحالات بيبقى من خمسة لعشرة في المية. في عندي اللي هو وده النوع التالت وده بيحصل نتيجة الحملة نتيجة التغيرات اللي بتحصل في الحملة لان في بعض في الحملة بيبدأ يزيد افراز همون الاستروجين وبروجسترون وبعض الانزيمز فده بيبدأ يعمل لي زيادة في ارتفاع ضغط الدم. آآ النوع الرابع من عندي اللي هو اللي هو ارتفاع ضغط الدم نتيجة البلطة الابيض. ان في بعض الحالات اول ما بتخش المستشفى او بتروح هيادة الدكتور او بتشوف حد لابس آآ البلطة الابيض بيبدأ يزيد احصل لها ارتفاع في ضغط الدم. ودي من الحالات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها لان ممكن تعمل لي ارتفاع في ضغط الدم. ايه هي الكوزوس والفاكتور اللي هتقدر تتعمل لي او تسبب لي هايبورتينشن. عندي البرايمري هايبورتينشن قلنا اللي هو بيمثل من تسعين لخمسة وتسعين في المائة من معظم الحالات ده بنسميه انون. فالكوزوس الانون فيه حاجات بنسميها آآ مودفايبور ريسكي فاكتور وان مودفايبور ريسكي فاكتور. المودفايبور ريسكي فاكتور آآ ان هي حاجات مش هقدر اغير فيها. زي اللي هو الناس السمراء بيبقى عندهم عرضة ان هما يحصلوهم ارتفاع في ضغط الدم عالي. آآ السن الكبير فدي من الحاجات اللي انا مش هقدر اغير فيها. تاريخ المرض العيلة دي كلها بنسميها يبقى انا عندي والفاميلي هستوري والادفانسد ايج دي كلها بنسميها آآ مودفايبور ريسك فاكتور يعني آآ آآ علامات واعراض او فاكتور ما مش هقدر اللي نغير فيها. طيب ايه تاني? في بعض الفاكتورز اللي عم ممكن اغير فيها زي انكريز الكنسومشن اف صوت الالكوحول السموكينج الاسترس آآ فيتامين دي آآ ديفشيانسي آآ البوتاسيوم ليفل ولو الفايتامين دي ناقص آآ الكوليسترول زي الناس اللي بيبقى عندها هيبرليبوديميا الناس اللي بتاخد كافيين الناس اللي بيبقى عندها او سليب ابنيا والناس ما بتعملش اي اكتيفتي فدي بنسميها آآ يعني بقدر اغير فيها يعني ممكن اللي انا اغير في الحاجات دي يبقى في حاجات مودفايبل وفي حاجات طيب بالنسبة للكوزوس بتاعت آآ ريسكي فاكتور آآ الهايبرتينشن عندي ريسكي فاكتور بتاعته آآ في الطايب دول اللي هو بتسميه سكندرهايبرتينشن آآ اللي هي من خمسة لعشرة في المية من الحالات وده بيبقى ناتج لأسباب معينة منها البرجنانسي الكاشنج سندروم آآ ناس اللي بيبقى عندها آآ فشل كلاوي مزمن ناس اللي عندها سكر ناس اللي عندها هيبرسيروديزم ناس اللي عندها فيما آآ فيما كروموسايتوما اللي هي بيبقى فيه في آآ 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 وده بيبقى في المين بيحصل ناروينج فبيعمل آآ 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 اللي هو بيحصل آآ زي التواء او آآ ديء في شريان الأورطة في بعض زي 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 ناس اللي بتستخدم آآ وسائل مانا الحامل او النونسترويد اللي عندهم في الماتري دراكس او المانو اوميينو اوكسيديز انهيبتور او بنسمي المو المو انهيبتور آآ المانو اوميينو اوكسيديز انهيبتور ده من الأدوية اللي ممكن تعمل لي ارتفاع في ضغط الدم. طيب. آآ دلوقتي احنا اتطرق للباسو فيسيولوجي او في الهايبرتينشن. الهايبرتينشن عشان بيحصل اول حاجة بتحصل ايه? اول حاجة بيحصل دروب في البلات برجر اول ما ضغط الدم بيبدأ انه هو يقل بيبدأ يحصل ايه آآ في حاجة اسمها آآ آآ الرنين دوت بيتفرز نتيجة نقص الدم او نقص الاكسوجين اللي واصل للكيدني. فبيبدأ يفرز حاجة اسمها الرنين. الرنين ده بيعمل ايه? بيحاول الانجيوتنسونجين اللي موجود في الليفر لانجيوتنسين ون. فاما بيحاول الانجيوتنسونجين لانجيوتنسين ون. بيبدأ آآ انزيم اللي هو الـ ECE اللي هو انجيوتنسين كومفارتينج انزيم ده بيتفرز من الرئة. بيحاول لي انجيوتنسين ون لانجيوتنسين تو. فلما بيحاول لي انجيوتنسين ون لانجيوتنسين تو. انجيوتنسين تو دوت بيبدأ يعمل لي حاجتين. بيعمل لي آآ ويقلل الوعي بتاعي. تاني حاجة بيعمل لي آآ افراز للالدسترون. بيعمل للأدرينا الجلان. بتعمل لي افراز للالدسترون. فبيبدأوا يعملوا الاتنين حاجة اسمها ايه? سوديوم وووتر ريتنشن. بيبدأ يخلي الووتر والسوديوم تيحصل لهم ريتنشن او يحمل لهم فلما بيحصل بقى سوديوم ووتر ريتنشن. والناروينج بتاع البلوت فيزل هيبدأ يحصل ان البلوت برجر عندي يزيد. فدي البروسيس بتاعت حدوث ضغط الدب. الصورة دي برضو بتوضح لي اكتر. اول حاجة هيحصل نقص في البلوت برجر. هيبدأ الكدني تفرز للرينين. رينين هيحول لي انجيوتنسنجين لانجيوتنسن 1. انجيوتنسن 1 هيتحول لانجيوتنسن 2 عن طريق الانجيوتنسن كومفارتنج انزيم اللي بتفرز من اللنج. بعد كده الانجيوتنسن 2 هيروح للأدرينا الجلاند لو سمحتي للألدسترون هيعمل حاجتين هيعمل هيعمل يعني هيزود وهيخلي بتاعت يحصل لها وهيروح لالكدني ويعمل حاجة اسمها للسوديا والووتر ويعمل لها حاجة اسمها فهيبدأ يزيد معايا ضغط الدم. فدي البروسيس بتاعت حدوث ارتفاع في ضغط الدم. طيب كلانا ممكن تحصل احنا قلنا ان يعني اسمتماتيك يعني ملهوش اعراض لكن ما يمنعش ان في بعض الحالات الفردية اللي ممكن يحصل لها اعراض. الاعراض اللي ممكن تحصل هيبقى عندي عنده سطوع في ضوخة في في زغلالة في بعض الحالات يحصل لها اللي هي غثيان وترجيع. ممكن يحصل فاتيج اجهاد. في بعض الحالات ممكن يحصل عنوز بليد اللي هي نزيف من الانف او راننج انزا اير اللي هو طانين في الودن. كل الحاجات دي ممكن تحصل نتيجة الهيبرتنشن في بعض الحالات. طيب اه في بعض الحالات برضو ممكن يحصل اللي هي اللي هو ما بيقاش قادر يشوف في زغلالة العنفة مش قادر يشوف كويس. اه في بعض الحالات ممكن يحصل بروتينيوريا اللي هي البروتينيزل في اليورين. طيب ازاي امنع ان يحصل هايبرتنشن? اول حاجة لو هو شخص اه اوبيس هنعمل يعني ايه? هنعمل ينزل وزنه ويبدأ ان انا اعمله اللي هو اه مربع الطول على الوزن. هيبدأ يديني بتاع المفترض او داش داش دوت اه ابوتش ده اسلوب تغذية. علشان اوقف الهايبرتنشن وده بيزاي اه وده بيخلل الشخص ان هو يستهلك اه وقبة غزائية متكاملة فيها فروتز فيشتاولز ولوفها دي اه دويري. يعني بيستخدم ان هو ما بيخدش فات كس كتير. انتاج ده معانا هنه هو بيقسب الطبق لاربع اه اجزاء ويبدأ يحط جزء اه كربوهيدريت وجزء بروتين وجزء صغير من الفات وجزء اللي الفروتز والبشتاولز. كمان بنعمل ايه علشان نعمل بتاعنا اللي احنا المفروض نخلي الشخصي اللي هو استهلاكه للسوديم. فما ياخدش خلال اليوم من اتنين واربعة جرام سوديم خلال اليوم. بيعمل فيزيكال اكتيفتي نخليه يعمل ممكن يمشي كل يوم حوالي اه تلاتين منت لخمس يوم في الاسبوع او في الاسبوع او يعمل اي اكتيفيتز مش شجاري على حسب الاسبوع المتاحة ليه. اه كمان بنعمل لهو بيش يبقى الالكوحول اللي حاول اللي احنا نقلله لحد ما يبطلوه خالص. طيب. ايه اللي انا هعمله عشان نشخص حد عنده هايبرتينشن? اول حاجة هنشوف هنبص على بتاعه اللي عيلة على تاريخ المرض بتاع العيلة. هو بيشتكي من ايه? هل كان فيه سابق اه في العيلة ان حد كان عنده هايبرتينشن او مات باي كرونيك اه ديزيز او رينال فلير. بعد كده هنبدأ نعمل فحص جسدي اللي هو هنبص على ريتنا نشوف فيها حصل لها دامج ولا لأ ونبدأ نبص على عشان نشوف في حصل اي مضاعفات او اي ولا لا. طيب اي اللي انا هعملها? اول حاجة عشان نشوف كونسنتريشن فالسوديوم. هل هو عالي ولا لا? هنشوف مستوى السوديوم والبوتاسيوم الكريتينين والفاستجن الجلوكوز والتوتال هاي دنسيتي لايبورتين واللو دنسيتي. اه دي بيعملها علشان احدد مستوى السوديوم ومستوى الفات الموجود في الجسم. بنعمل اه التست تاني اللي هو اللي هو انا ببدأ اعمل رسمة قلب علشان ابدأ اشوف فيه اي تغيرات في او ده ما حصل في ولا لا? كمان ممكن نعمل اللي هو بنعمل سونار على اه القلب عشان ابدأ اشوف حصل ولا لأ? عشان اشوف الحجرات بتاعت القلب واشوف الصمومات بتاعتي شغالة كويس وكفاءة ولا هل حصل اه في ولا ما حصلش? عشان لو حصل هيبدأ يبان ويوريني الفونكشن بتاعت لو كان حصل له طيب الكريترين ده عشان ابدأ اشوف الليفل اف البروتينيوريا بلاد اه بلاد يوريا نيتروجين والكريترين وده بيحدد لي ازا كان في اه رينال دامج ولا ما حصلش. اه بعد كده هنشوف مستوى عشان اشوف اه اه انزايم اه سيستم ازا از حصل في اه اه الراس اللي هو بنسميه وده عشان ابدأ اشوف حاصل افراز للرنان وبدأ يعمل لي ارتباع في ضغط الدم ولا لأ. طيب بنعمل حاجة اسمها او ودي بشوف فيها اللي هو بنسميه HDL اللي هو ال LDL او الكولوسترول ليفل والترايجليسرايد والفيسفوليبتز. لو حصل فيه ده معناها ان فيه اسره اه وما تسي بلوكس او بتزميها فيه انها ممكن تتكون. قلنا ديات بتقول لي ازا كان بتاحها كويس وشغلها كويس ولا لأ. الجلوكوز ده لو في حالة عندها هايبرتنشن او اه سوري اه جلوكوز ده لو في حالة عندها هايبرغليسيميا اه اندكيتور يعني انها اه دايباتيس مليتوس او عندها اه في الكلات الكلومينز هتبدأ تعمل في الهايبرتنشن. السيروم بوتاسيوم ده لو في حالة عندها هايبوكاليميا دي اندكاتد ان فيه وده سايد افكت لديوريتك سيروبي. شست اكس راي عشان اشوف فيه او كالسيفيكيشن في الفولفز اريا دي بوزيت ودي ممكن تعمل نوتشنج المكان الاورتة او كاردياك اللارج منت. الفرماركولوجيكال مانيجمنت او الميديكال مانيجمنت اللي انا ممكن اعملها علشان اعالج الشخص اللي عنده ضغط. اول حاجة سايزاي وده بنسميه ديوريل. ده بيشتغل على ان هو بيعمل خلال الكيدني. فبنعمل الوطش للبلوت ديوريو نيتروجين والكرياتينين ليبل. اه بنبدأ نعمل نوت للبيشنت اه البيشنت لو هو عنده اه اه رينال فلير ما ينفعش لانا تديله اه مش مستحب. اه بلازم نعمل اه نتابع البيشنت اللي هياخد ليسيام لانه ممكن يعمل لي اه اه تشانس انه هو يحصل له ليسيام تكسيسيتي اللي هو تسامم عن طريق الليسيام. اه الووست اه بتاع البوتاسيوم هشوف البوتاسيوم حصل له في وست ولا لا اه لانه ممكن نتيجة بيحصل هيبو اه كليمي. طيب تاني حاجة اللي هو اللي هو انجوتينسين كونفارتنج انزايم انهابيتورز زي اللايزينو بريل ودوت بيعمل يعني هو بيمنع تحوله. لان احنا عارفين هيبدأ يفرز للالسترون اللي هو هيبدأ يعمل فانا مش عايزها يوصل للمرحلة دي. اه هعلم البيشنت ان الدوة دوت بيبدأ يعمل لي وبيعمل بيغير لي في اه ممكن يسبب لي كحة نشفع وممكن يعمل لي تغيرات في التزوق. امنع اللي انا ادي بوتاسيام. اه لان الدراج ده بيعمل بوتاسيام اصلا. اه الكابتو بريل عشان كده بنقول ان هو بيتاخد قبله بساعة اه قبل الوكبة بساعة. طيب يبقى الكابتو بريل بيزود البليدينج عشان كده بناخده قبل الايه الاكل بساعة. طيب. اه الار بي اس اللي هو انجوتنسن ريسبتر بلوكرز او اللي هو اللوزاسترل. ده بيشتغل على بيعمل لي بازو تايليشن باي بلوكينج الاسترون الالدسترون عند الانجوتنسن. جن? اه السيم افكت بتاعه انه هو بيعمل لي اه نفس الساد افكت بتاعت الانجوتنسن اه بس انه هو بيعمل لي اه اه تست تشينجز لكن ما بيعمليش كمان بيزود لي مستوى اه البوتاسيام في الدم. السي سي بي اللي هو اللي هو الكارديزيم او اه او اه او الامادلوبين او الكارديزيم دوت بيعمل لي سلو في الهارت ريت فبيقلل لي بوركلوت بتاع الهارت فبيعمل لي بازو تايليشن وديكريز بلوب بلوجر. اه هلاحز الهارت ريت لانه ممكن بيشتغل يخش مني في براديكارديا ان ده اه ان عدد ضربات القلب تبقى قليلة. البي بي اللي هي البيتابلوكرز زي الميتابرول ودوت بيتأثر الابنفرن والنور ابنفرن اللي هو بيقفل للسيمباساتك نيرفوس سيستم. وبيبدأ يساعد ان يحصل في البلود بلوجر. هنتابع مستوى الجلوكوز في حالات الديبيتس عشان محصل ليش هايبو جليزيميا ومرطر الهايبرتنشن علشان او الهارت ريت لان في بعض الحالات ممكن يخشع مني في حاجة اسمها هايبوتنشن اللي هو تغير ضغط الدم مع تغيير الوضع. في سؤال هنا بيقول لي يعني بيقول لي في بيشنت هو عنده ضغط بس ما فيش اي ايه الادوية اللي ممكن استخدمها وابدأ بيه. سيزاعد دا ما عندهش اي مشاكل او اه مشاكل في الكدني فاللي بيحبز عندي اللي هو رقم ايه اللي هو سيزاعد دا دلوقتي هنتعرف على اللي انا هعملها علشان ابدأ اتعامل مع الحالة بتاعت ارتفاع ضغط الدم. اول حاجة الجول من بتاعي اللي انا هحافظ على ان هو يكون في مستوى الطبيعي. ايه اللي انا هعمله? اول حاجة بنبدأ نتابع ونعمله وكل شوية نبدأ نعمل اللي انا هيقيس ضغط الدم دا. طيب لو هو بيستخدم يبقى لازم اعرف بتاعته ولو فيه تغيرات في ضغط الدم ولا لا. هناخد بتاعنا كامل ونشوف اي حصلت ولا ما حصلتش. بعد كده هنتابع والريز والكاركتر بتاع عشان لو فيه اي تغيرات. هتابع مع البيشنت هنشوف البيشنت اللي هما اللي بتعارض او اللايف ستايل بتاعه مش مزبوط. هنعمل اعمل اه زي البلود او الووند او السيكريشن. هنتابع كمان اه الكابراري فايل. الكابراري فايل لانها باجي على السباعة بتاعنا كده من عند الضفر وبضغط عليه. وبعدين لما بضغط عليه كده هتلاقي الضفر بيد. لما تشيل ايدك في خلال من ثانية او اتنين او توصل لحد تلاتة. ده طبيعي. لو اتاخرت عن كده بقى انا عندي مشكلة في الدورة الدموية الترافية. دي بنسميه كابراري فايل تايم او كابراري فايل تست. اه لو في اه اي جنرال اوديما او البيشنت اه ظهر عليه اي طورمات هنبدأ نكتبها. بنشوف فاق اي اه اه سين و سمتم ظهرت فيه فاتيج انتولرانس اكتيفتي انتولرانس اه سادن بروغريسيف للويت اه سوالو للاكستراميتز فيه شورتنس اوف بريز. كل الحاجات دي بعمل بيها نوتس واعمل لها ديكومنتيش. طيب. النيرسينج دياجنوزز اللي هيحصل ايه اول حاجة. يبقى عندي هاقل نتيجة عندي زادت. طيب ايه كمان? هيحصل يعني هو مش قادر يعمل اي اي اكتيجة نتيجة زيادة وهو مش قادر ان هو يعمل علي. في بعض الحالات هيحصل من الفود ودنيات بتحصل معها الحالات اللي بيبقى عندها اوبس دي. اللي هو عن فبيبقى عنده. بايب هاشتغل ازاي مع الحالات اللي هيبقى عندها اي حاجة من نيرسيك دي جنوز اللي احنا قلناها. اول حاجة هنشجع البيتشنت ان هو يعمل اللي انا لازم اعرضه على استشاري تغذية عشان يبدأ يعمل هو هيمشي عليها ازاي? ايه الحاجات اللي ياخدها من التغذية? وبرضو ازاي يعمل لو كانت خي. تاني حاجة اناعمل انكرج ريستريكشن اف الصوديم عند الفات. هنشجعه ان هو يبدأ يقلل من استهلاك الصوديم والضهون. ادو بتاش بتاعي اللي انا قد اعمل اللي هو بديت اللي احنا بنستخد اه فروتس وفشتاولز ولو دي الرفات. دي باستخدمها. اه الامفاسايز انكريز الانتيك والاوتبوت من الفروتس والفشتاولز. اه ريجولر فيزيكال وليمت الكحول ولو بيدخن هنبدأ نعمل ايه? يوقف التدخين. ده شجع البيشنت ان هو يعمل ايكزورسايز. اه الاكتيفتي ريستريكشن لو هو في السرير او على بنبدأ نعمل ان هو ياخد رس ويبدأ ان هو يعمل اكتيفتي بتاعته. او عن طريق ان هو هنعمله باك اند نيك مساج. كل الحاجات ديت بتبدأ انها تقلل لي اه ضغط ده. برضو بتتابع بتاع البيشنت الميديكيشن هل هو بيحصل تغير في ضغط الدم ولا الدنيا تمام. اه بتاع الحالات بتاعتي اول حاجة بعمل مانتين ان هو يبقى اقل من 140 على 90. السستولك اقل من 140 والديستولك اقل من 90. عن طريق اللي انا بغير اللايف موديكيشن والميديكيشن او الاتنا. اه بتأكد ان ما فيش ايسان وسمطوم للانجينا او البلبيتيشن او بتاع بقى البلد بليوريان والترجين والكرياتين بحاول احس بكون محسوسة يكون متابعة كويس وديني بقى التمام بياخد بتاعته وبيكون مسجل وبيعمل اللي البلد برجار باستمره. ايه اللي ممكن تحصل لبيشنت عنده هايبرتينشن? اول حاجة ممكن احصل عندي اللي هي تصلب الشرايين اللي هو فشل كلوي اللي هو فشل في القلب. في بعض الحالات ممكن احصل اللي هي اه اللي هي جيوب بتحصل في اللي هو دمور في شبكية العين فبيحصل مبقاش قادر يشوف. اللي هو دمور في الاطراف او اعصاب الطرفية. ودي بتحصل نتيجة او 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 على حسب ما هده حصل فيه. بتاعت اللي احنا حاجات اللي احنا قلناها دي كلها اه اللي هي لو ارتفاع في ضغط الدم وعمل لي اه تضخم في عضلات القلب. اللي هو فشل مزمن للكلا. اه او رينوباسي او رينوباسي. ويه اه اه وده بيحصل نتيجة انكريز بلد اه فلو للمسلز. فبيعمل لي مسل ماس اللي هو وتورم في المسلز. هيعمل ردوس الابراتي اللي سيركوليشن انها هتوفيزوزوليت. ويحصل شيفتنج في الكورونري اه بلد اه سيركوليشن فيحصل حاجة اسمها عبورت. هتبقى العيلة. في البرين هيبدأ يحصل لي اه هيدك او سيركولي اكسيزن. الترانسيت اسكميك اتاك اللي هنا هيحصل لي اه اه اسكميك او هاموروجيك استروك. اه فيه اللي هو دايمنشن. اللي هو تبقاش عادر ان هو زكرة تبقاش بتبقى كويسة. اه الريتنا ممكن تبقى النورمال اللي هي اول اللي على ايدينا الشمال. اه الريتنا باسي بيبدأ يحصل اه هاموروج ويحصل فيها وفي الاخر حاجة اسمها كوتين بول سبوتس. لكنك بتشوف تكتلات بيضى كده في ريتنات العين. وتيب يسميها ميكرو ستروكس. في سؤال. بيقول للنورس بريبيرنج يعني هي بتعمل بتصمم دلوقتي خطة للبيشنت ان هو لسه متشخص جديد ارتفاع في ضغط الدم ايه الخطة اللي هتتضم فيه. اول حاجة انججد ان ريجولر ايروبكس فيزيكال اه اكتيفتي ساشي از بايركس بريسكي وووكينج. كلهم دقتي تلاتين ديئة خلال الاسبوع. ولا اليمينة الالكوحول او البيفريج فروم زا دايت ان هو يقلل استخدام الكوحول. ريديوس السوديوم انتاك ما ياخدش اكتر من متين في اليوم. في خلال من تمنتاشر لتلاتين. اه بالنسبة لان هي بيبقى عشرة زي او اللي انا لسه نقول ابسط حاجة هعملها ان هو ينزم كل يوم يمشي نص ساعة خلال اه الاسبوع يعني خمس ايام او كل يوم حسب الحال. طيب. لما يخش البيت ويبدأ اللي انا عرفت خلاص انه عنده هتابعه ازاي في البيت. فبنسميها ان هو ازاي يروح البيت ويبدأ يتحكم في ارتفاع ضغط الدم. اول حاجة لازم تعرف ان ضغط الدم بتاعك عالي. فانت لازم بتعمل باستمرار وبنتظام عشان تعمله تشوفه طبيعي ولا لأ. لازم اعرف الوزن بتاعه. اه ولو هو اه يعني زيادة عن الطبيعي لازم اللي انا اللي انا اقل الوزن. ما استخدش السوديوم اكتر من اقل يعني اكتر حاجة في اليوم اللي هو اه اقل من ستة جرام خلال اليوم. بنقلل الفات في الضعيت مهن ما ندخنش. اه الاكزرسايز قلنا كل يوم مولودة تلاتين ديئة. ابسطها اللي هو المشي. ونعمل تشيكينج لي اه المضاعفات اللي ممكن تحصل او انواع نتيجة للتفاعة ضغطة الدم حاجة بنسميها اللي احنا قلنا اه في بتاعه اللي هو ممكن يوصل الى مئة وتمانين على مئة وعشرين او اكتر. طيب الهيبرتنسيف كرايزيز بيتقسم لحاجتين وهيبرتنسيف امرجنسي وهيبرتنسيف ارجنسي. الهيبرتنسيف امرجنسي دعو بيبقى استستوليك اكتر من مئة وتمانين. وده استوليك اكتر من مئة وعشرين او اكتر. ودوت لازم اعلاله بسرعة لانه ممكن يعمل لي ارجن دامج فانا بحاول امنع ان يحصل ارجن دامج. الهيبرتنسيف ارجنسي ده بيحصل في لكن ما بيحصلش معايا او او ارجن دامج. يعني مش بيحصل معايا اي تطورات او بيحمل درر في الا اعضاء الجسم. طيب. عارفين دلوقتي ان ده بيبقى خطر فانا بلازم اقلله على اقل خمسة وعشرين في المية من التوتال بضعه في اول ساعة. فاقلل ضغط اللي مبقى مية وستين على مية سيستولك مية وستين ده سيستولك مية خلال اول ست ساعات. بعد كده بحاول اقلله في الايام بعد كده. اه بحاول امنع ان يحصل او اه اه بنقول الحالات اللي بيبقى فيها مشاكل زي الناس اللي بيبقى عندها او بحاول يبقى لها او بيبقى لها احتياطات معينة. المية الادوية اللي ممكن ياخدها الناس اللي بيبقى عندها اول حاجة بنتدي والسوديم نيترو بروسيد والنار كاردوين والاا والفلندو داب ونيترو جليرسر. اه بنبدأ نعمل فريكوانت منترينج لبقى بنقيسه باستمرار. ضغط الدم طبعا احنا بنيجي نقيسه بنقول البيشانت بيكون قاعد على كرسي مرتاح ما بيكونش ممارس اي نشاط او واكل اي اكل آآ دسم قبل الياس الضغط. اه ما يكونش بيشارب سجارة او شارب قهوة او اعمل اي اكتفزز او طالع سلالة كل حاجات دي ممنوعة على اقل هي ايس الضغط قبل ايس الضغط كل الحاجات دي تكون اه ما عملهاش خلال نصف ساعة من ايس الضغط قبل ايس الضغط الهايبرتنسيف امر ارجانسي دوت البيشانت بيحتوى بعمل اسس اه انه هو ممكن يحصل اه ارجان دامج ولا لا فيه حاصل او ما حاصلش. الميديكيشن بنادي بيتا ادرينيج بلوكر اللي هو اللي بتولول او الانجوتنسين كومفارتنج انزام الهيبتور اللي هو الكابتوبريل او الالفة اللي هو الكولودين. اه دي الادواء اللي بياخدها الهايبرتنسيف ارجانسي. في سؤال. ولو البيشانت اللي انا بعمل له كير وهو عنده بياخد اه انترابينيس واسل طيليتور. هشوف ايه ايه اللي انا هتابعه. فباسل طيليتور معناها اللي انا هتابع فانا هبص على فالاجابة عندي هتبقى بي. طيب انا البيشانت دلوقتي لما خلص وهيخرج من عندي ايه هي اللي هيعمل له بيها كير في البيش. اول حاجة بنعمله زي رشدة بنقول لازم اتبع الادواء اللي الدكتور كتابها وهلو ويتابعه بتاع الادوية لو في اي حصلت بيبدأ يعمل يتواصل مع الدكتور او النيرسز اللي بتابعة معاه. علشان يبدأ يعملو لبروتوكول عليك. بيساعد البيشانت ان هو ينقص او يخفض ارتفاع ضغط الدم. بيساعده ان هو بيعملو زي اللي هو مساعدة اجتماعية الحسب حالته لو هو كان يحتاج اي مساعدات بادية او متعرض لسترس. اه حاولوا ان هما بيشاركوه ان الفاميلي مينبر بتاعه وبتاعه اعضاء الاسرة بتاعته تكون معاه في البرنامج اللي انا هعمله له. علشان اتحكم في الضغط في الضغط الدم. ليه? لان الاسرة هيبقى عليها عبء كبير في مسلا في الاكل اللي هيتعمله. اللي هيشارك فيها. اه ان هو ما يتعرضش كل الحاجات دي عشان كده لازم نشارك افراد الاسرة. اه نعلمه الادوية بتاعتها. اه نعلمه ازاي ايز ضغط الدم في البيت ويديه بقوز ازا كان يبقى علي ولا واطي. وهي اخر حاجة ان هو بنعمله الكارتة المتابعة ويبدأ ان هو ييجي على حسب المؤيد الدكتور هاتبها له في كارتة المتابعة. في كده خلصت محاضرة ارتفاع ضغط الدم او الهايبرتينشن. واتمنى اكونوا استفدتم. لو فيها السفسرات ان شاء الله هرد عليها في الكومينتز. شكرا وبالتفرير.